بشكل مباشر رجل كان ماشي بشكل كويس مع المنتخب وفترة ما أنت كنت في المنتخبات الفئات السنية قلت وله شكراً وجزاك الله خير وفلما لله والآن عاد اشي اللي حصل وش الظروف اللي يتكلم عنها والله السؤال يعني سرع سؤال جري وغير متوقع على هالطاولة لكن أبأتكلم أنا أبأتكلم أنا أجيب تقديرك وجودي كناقد في أكشي دوري ولكن لن أتكلم في أسرار سابقة أثناء وجودي في الاتحاد السعودي بعض أدقة التفاصيل ما راح أتكلم فيها نهائياً قول اللي تقدر تقول هذا واجب علي ومش معنات أني تركت الموقع فأنا أقوم أتكلم في بعض الأمور سواء كانت من قبل كبتل سعد أو من قبل المسؤولين الفترة اللي كان فيها سعدة أنا ما كنت معهم شخصياً هو كان في فترة كبتل حمز الصنيع والمساعد كان والنائب حمز الصنيع له الأخ موسيزياد طيب أنه كان مش على منتخب الشباب مش على منتخب الأولمبي ومنحس من الحظ الآن أنه تقريباً تسعين في المئة من اللاعبين هم نفس اللاعب اللي كانوا معاه في كاس العالم بالعكس ومشاركتها مع منتخب الشباب كانت ثلية وكانت جميلة وكتب عندنا تقرير في ذلك الوقت من موسيزياد أنا اطلعت عليه شخصياً على الإيميل كان يثني على كبتل سعدة بتدريباته وتكتيكاته وقراءة المباراة وتنويعه في التمرين يعني كان تقرير جداً جميل ولكن بعد ذلك كان فيه خلافات إدارية يعني ما راح أذكر شيء بسيط منها أنه كان يصر على الظهور الإعلامي كمحلل ويتعرض مع العقد وهذه كانت جزئية بسيطة يعني فيه مدربين كثير يظهرون وكان ممكن التشاور حوله ولكن فيه أمور أخرى أيضاً أنا لن أتطرق لها لا الجزئية اللي تحدثت عنها عفواً أرسن فينقر ومدرب أرسنر يطلع يحلل في الحكولات المربية هذا أنا أقولك هذا ممتحدث على بيه هذه مش سبب مش هذي السبب ما رفك كان يدرب منتخبنا؟ هو هو سعد بعد ما حتى بعد مكان يعني إذا ما قياسر التحاد السعودي كده ما رفك ويدرب منتخبنا كان يحلل يا سلطان لا تستطيع يعني أنا أقولك من ضمن الحاجات البسيطة من ضمن الأشياء يعني قلتك بالبداية قلتك فيه أسرار لا نتحدث عنها وأنا ما بغير أحرجك وأنا بغير أحرجك لكن أنا أقولك يعني من ضمن الحاجات تعرف حياناً يسكون فيه خلاف مبدأي ثم يتطور ولكن هذه كانت بداية اختلافات لو أنت كنت صاحب القرار يبقى أم يرحل؟ خلنا نعرف لأي درجة وصلت هذه الاختلافات طبعاً بعد ما مش بعد ما الأخ كابتن حمد الصنيع الأخ عمد صنيع تسلم لجهة الاحتراف تسلمت أنا والأخ الغالي والعزيز طرار الشيخ موضوع المنتخبات السنية لا لو كنت أنا صاحب القرار كان يبقى طبعاً لأن أقدم نتائج أنا أعمل بالنتيجة شوف كل مدرب مهما كان أجنبي سعودي أي مدرب مستحيل يمشي معاك الموسم كامل بدون مشاك إذا ما صارت فيه مشاكة مدرب له طلبات ورغبات وله مزاج وله كيانة الشخصية وله كيانة أنت معه المنادي حياناً يكون أنت معه لنفسه حياناً يكون لابد ما تضغر لك عقبات مستحيل يعني الاختلافات والخلافة اللي أفهمت منك ما تتصل لدرجة أنه يرحل على المنتخب إذا كنت نعم إذا كنت رجل ناجح تتجاوز الخلافات البسيطة إذا كان يقدم يعني هي كبرت فراس واحد إذا كان مستوال ثني يعني نصي لك عليه وفي خلافات داريه أقيد أنه يمشي لكن أنا أقول إذا كان يعني كبتن سعد ثروة بطنية تمنالها التوفيق وشدون حيني إن شاء الله والمجموع اللي معاه كان فيه نقطة مهمة بسيطة حكما نتكلم عن كبتن سعد هو مدرب بطني قدير الآن الفرق اللي صعدت سواء من الثالثة للثانية أو من الثانية للأولى أو من اللي حتصعد من الأولى المتاز بإذن الله الدور السعودي فيه كذلك مدرب بطني حقق الأنجاز ما نعرفهم طبعا نحن يعني نحن نعرف كبتن سعد الشيري نعرف مدربين الفئة السنية كلهم لكن فيه مدربين ما نعرفهم الآن من الافتحاد السعودي تقريبا هذا الموسم لم يقيم أي دورة تدريبية للمدربين ومستجدين أو شهادات الأي والبي والسي فأتمنى من كبتن نوفة تمياط رئيس اللجنة الفنية أنه يحرك ملف الدورات المدربين ترجعتني على الوادس أكثر من رسالة الآن من مدربين وطنيين أعرفهم شخصيا وكنا نرتفطون عن بعض والمحاضرات اللي تصير في الآونة الأخيرة لا نبقى محاضرات أبوى شهادة أبوى شهادة تدريبية للمدربين الآن تخين المدربين عندنا في الشمال يروح ويأخذوا دراتهم في الأردن يعني أخرهم ركبتن خالد خيران وكبتن أحمد الدوسري أخذوا شهادة الأي و سي والبي من الأردن فيها المنطقة الشرقي يأخذونها في البحرين في بعضهم يرأي سافر الإمارات عشان يأخذها حنا أولى في أن نقيم طبعا ملف عطل الآن أتمنى أنه يتم فتحه من جديد الكبتن لسهد طرار الشيخ كان كان راسم جد وله وكان تماشى عليها لكن بعد التغييرات اللي حصلت في الاتحاد وبعضها تخاصم في تغيير موضوع لجنة فنية ووقفت هذه الملفات أتمنى من كبتن أحمد التمياط أن يحركها وإحنا بحاجة مدربين الآن في مدربين كويسين كقراءة وكنضج ولكن ما عندها الشهادة فصعب أن النادي تعاقل يمارس النعم صحيح ومحتاج الشهادة فقط صحيح طيح ركان العنس